تم تشكيل مجالس عسكرية صارت اعتصامات صارت تظاهرات بس أنتم كنتم تقودونها أنا ذاك يعني البعث كان إلى دور كبير فيها والجيش بجال الطريقة النقشبنية كان إلى دور كبير فيها وهو جيش وطني حتى أوضح للمشاهد الكريم يعني كان لهم دور في تحرير مدينة الموصل ورفع الصور السيد الرئيس الله يرحمه وأستاذ عزت وتم تعيين محافظين من كبار الضباط محافظة النينوى محافظة تكريت إلى آخره المدن التي تم تحريرها لكن فوجئنا بعد أسبوع بدخول عشرات السيارات المضللة السوداء رباعية الدفع تحت أنظار الأقمار الصناعية ترفع الرايات راية السوداء داعش وطلع البغداد يخطب في جامع الحدباء في الموصل وتحت أنظار الأمريكان والقوى الأخرى التي موجودة قوى التحالف التي موجودة في العراق وقطعت كافة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ذلك الوقت إذن القضية مرتبة مدبرة لضرب تحرككم وما تعتبرونه انتصاركم في تلك المنطقة ضرب تحرككم أول خطوة اتخذها داعش اعتقال عدد من أعضاء القيادة اختطافهم قيادة الحزن قيادة البعث قيادة البعث أربعة من أهم الرفاق الحقيقة المنتازين الله يرحمهم جميعا تم اعتقالهم من قبل داعش و32 من قادة المقاومة في الموصل تم اعتقالهم وتم قتل كثير من الناس بالطريقة التي تعرفوها حضراتكم وبدت داعش هي السيطر وانحرفت باتجاه أربيل أيضا رادة تحت الأربيل بدلا أن تتجه مثلا باتجاه بغداد لأصغاط الحكومة اتجهت باتجاه أربيل وبالتالي خلقت مشكلة كبيرة أيضا في مسألة المنطقة الكردية والمناطق ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها إلى آخره وبحالة القاعدة أيضا كانت إيران والولايات المتحدة أبدا وسوريا أيضا نظام السوري صناعة هل كان مصري كان في ذلك نعم لأن أرتال التي دخلت العراق دخلت في الحالتين نعم في الحالتين دخلت من سوريا ودخلت من إيران بالمناسبة أستاذ طاهر الداعش الأساس مالها هو إطلاق سراح قادة القاعدة اللي كانوا في سجن بغريب في زمن المالكي تم أطلاق سراحهم عدتهم تسعمية وهربوا إلى سوريا بعد أن بدأت الثورة في سوريا هربوا إلى سوريا وشكلوا تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والسوريا والذين انتقلوا إلى فكانت البداية هاي وسيطروا على المصل ترجمة نانسي قنقر